أطلقت منظمة طلائع البعث المنصة الإلكترونية الخاصة بمجلة الطليع التي لعبت دوراً كبيراً في تنمية مواهب الأطفال وغرس القيم الوطنية والأخلاقية والاجتماعية في نفوسهم وزيادة معارفهم بدي بارك لمنظمة طلائع البعث الخطوة الجبارة نحن نفتقر بها لطلابنا خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى وجود مجلة التحاكيون فكون اطلاق مجلة تربوية اجتماعية من منظمة طلائع البعث خطوة جبارة وخصوصاً شفت الألوان الجميلة والموضوعات الحلوة فبهنيهم وأنا أول شيء نادي كل أفطالنا في سوريا أن يشتركوا في هذه المجلة يقدموا مساهماتهم لا يكون عندنا ثقافي للطفل ما يحدث في هذا العمل هي عملية كبيرة عملية متطورة تواكب العمل التعليمي المتطور مع مناهج التربية في وزارة التربية ومع تطور العلم في العالم تواكبوا هي عملية إثرائية للمنهاج وبنفس الوقت عملية تراكمية في ذهن الطالب يمكن أن تعود عليه بالنفع وبالتالي حافز للعملية التعليمية أن يكون أبنائنا هم من يبحثون عن الخبر وعن المعرفة عبر هذه المنصة الإلكترونية وكما علمت من العاملين عليها أنه يمكن لأي إنسان في بيته أن يدخل على مجلة الطليع ويأخذ المعلومة التي يريدها المنصة تتضمن أبواب عدة منها بستان اللغة وسحتي وسائح صغير ورياضتي ولغات أخرى وتعاد من المنصات الرائدة من حيث المحتوى والتصميم والأهداف هذه المنصة تعتبر ثانية على مستوى العالم أهم فيها الجانب التفاعلي هي تقدم مواد مختلفة أبواب مختلفة جوانب مختلفة تغطي اهتمامات وثقافة الطفل وميون الطفل وكل ما يثير إعجابه ويثير تساؤلاته تغطي هذا الأمر بشكل تفاعلي بألوان بأسلوب راقي بأسلوب تكنولوجيا عالي المستوى جدا فيها جوانب مختلفة فيها ألعاب فيها تشاركية فيها مواد مختلفة كما ذكرت تغطي اهتمامات واحتياجات وميون الطفل بشكل عام المنصة الإلكترونية الخاصة بمجلة الطليعي تأتي لتواكب التوجهات التربوية العالمية المعاصرة في التعليم عن بعد لكي نتمكن للوصول للأطفال في أي وقت وفي أي زمان مهما كانت الظروف وهذا هو الشيء الإيجابي الذي استنتجناه أو توصلنا إليه بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى أنها تحقق العدالة في الوصول إلى كل طفل لم يتمكن من الحصول على المجلة مطبوعة فيستطيع أي طفل داخل القطر العربي السوري أو خارجه من الوصول إلى المجلة وقراءتها والتمتع بالمواضيع المختلفة الموجودة بها إطلاق المنصة يهدف إلى تطوير الجانب التحريري وآليات التواصل مع الأطفال من خلال ابتكار أساليب جديدة أكثر سهولة ووصول للمعلومة المرادة ترجمة نانسي قنقر